وينضم إلينا من بغداد عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أستاذ مهدي أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في العراق اليوم ماذا يعني تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على الموازنة؟ هل تم التوافق على شيء ما بحيث حُدد هذا الموعد؟ بداية التحياتي لجنابك أستاذ علي المحترم وإلى قناتك ومشاهديك الكرام المحترمين تحديد يوم موعد يوم الخميس أعتقد هو إعطاء الفرصة أخيرة أن يكون هناك حوارات من أجل التوصل إلى اتفاق لأنه بدون اتفاق ما أعتقد سيكون هناك جلسة أولا ثانيا تصويت على القانون الموازنة وهذه النقطة نقطة ثانية الكل يعرف أنه هناك بعد أيام يعني عطلة تشريعية لهذا السبب أعتقد قدم هذا الموعد وكان يوم الخميس من أجل تحفيز الكتل السياسية والمعترضين اللي أعتقد اعتراضاتهم سياسية بحتة من أجل أن يكون هناك تنازلات من كل الأطراف وتسير بالموازنة وإقرارها خلال هالفترة القادمة إن شاء الله نعم تقول إنه إذا لم يتم هناك توافق سياسي أما مسألة عفوا تفضل تفضل آسف أما مسألة الأصول إلى اتفاق لحد هذه اللحظة أعتقد الأمور طور الحوارات دعني أن أشرح لك لحظات يعني ما أخذ من نقطك أستاذ علي وهي حقيقة الموقف كل تهيئة هي اعتراضات سياسية لا تبدأ أي من أي جهة ومن أي مكان بصالح العام أو مصلحة الشعب العراقي بالاعتبار أن هناك كثير من الجهات التي حقيقة هي تعترف فيها التي عرقلت تمرير الموازنة وبشخصيات محترمة من اللجنة المالية هي تعترف يعني تقول أنا اليوم أمس سيد محمد عضو المجلس اللجنة المالية اعترف بأنه أنا كنت سبب في تعقيل عرقلت تمرير الموازنة ولو كانت هذه الأسباب خلينا نقول عليها 100% فنية 100% مخالفة للدستور نحن معها ولكن جنابك يعرف أن الوضع السياسي بالعراق بني على أولا توافق وتوافقية بكل المراحل المرينة بها وكان هناك رغبة أن تكون حكومة أغلبية حربت هذه الفكرة ورجعنا إلى التوافقية طيب جعنا إلى التوافقية وكانت هناك تشكيل على أثرها تمت اتلاف دار الدولة وتشكيل حكومة ومن ضمنها برنامج الحكومي من ضمن برنامج الحكومي هو تصوير المشاكل بين القليم ومركز ومن ضمنها تمرير الموازنة من أجل أن يكون بداية لتشريع قانون نفض الغاز الذي سينهي كافة المشاكل نعم ولكن بعض الأخوة العقل الشمولي العقل الشمولي يسيطر على بعض الأخوة المحترمين الشمولي الذي أصبح طي النسيان يعني يسيطر على أفكارها خلينا في موضوع الموازنة سيطر على كل ما موجود بالبلد واضح لو سمحت لي نعم يعني جرت أكثر خلينا بالموازنة الله خليك جرت أكثر من جولة حوارات بين الديمقراطي ممثلا بالأستاذ فهاد حسين والإطار التنسيقي ممثلا بالسيد هادي العامري ماذا تحقق من هذه الاجتماعات أو جز لنا ما هي أبرز نتائج هذه الاجتماعات أستاذ علي تتعرف حضرتك لأن الاختلاف على الموادتين التي تم تعديلها من الأطراف التي ذكرتك جنابك هي أولها أنه يكون يعني أتوا بتعديل أنه يكون تصدير النفط 400 إذا لا يصدر إلى تركيا وكان صعب تصدير يفجع إلى بغداد هذا ليس لا يوجد على اعتراض باعتبار أنه أصل الاتفاقية مع الحكومة هي تصدير 400 ألف برمين من أقليم كردستان عن طريق سومو أنت تأخذها بعد تخليه للجنوب أنت تبيعها عن طريق عقبات أي مكان المهم هو هذا أعتقد تم حل هذه المشكلة إضافة إلى الفقرة الثانية وهي المشكلة التي اعتراض كبير عليها باعتبار أنه كان اتفاقا تودع واردات نفط أقليم كردستان داخل حساب مصرفي مصرف معتمد لدى البنك المركزي يعني الشبه تابع للبنك المركزي ولديه كل الإلمان بهذا المصرف ويكون رئيس الوزراء هو اللي يخول رئيس الوزراء أقليم كردستان الأخوة أتوا بتعديل وهو أن يكون بالبنك المركزي وثانيا تخويل يكون لوزيرة المالية يعني رئيس الوزراء يأخذ من وزيرة المالية تترجى أنه نحن بروتوكوليا نحن ترحم فليهذا السبب أعتقد خلال أيام القادمة هناك حوارات يعني مننا الخليص يوم باتشل أعتقد هناك حال حالة لهذا الأمر إن شاء الله من بغداد وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم شكرا جزيلا لك